ترجمة نانسي قنقر 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 الاخرين والحرص على استخدام اسماء لائقة. المهم شات جي بي تي هذا اللي ما بيعرف يجاوب اسئلة بسيطة زي هاي وبنفس الوقت يقدر يجاوب اسئلة صعبة جدا. الشيطان حكى لي استخدمه بركي ساعدك بانك انت تكتب امتحان. فجربت حظي معه طلبت منه سؤال الامتحان الاول وما كان حظ جيد. اعطاني سؤال مش بالمستوى اللي انا بدي اياه. طلبت منه مرة ثانية. عدلت بالوصف بركي انه اعطاني السؤال زي ما انا بدي اياه. ما اعطاني اياه بالشكل اللي بدي اياه. لقيت حالي داخل معه بحوار على انه ايش معنى صعب ايش معنى سهل سهل لمين صعب لمين. لقيت حالي بضيع وقتي. تركت وروحت على الامتحان الثاني. بركي انه قدر انه يعطيني شيء افضل. هناك نفس الاشي مخيب للامال. اقترح علي سؤال مش زي ما انا بدي اياه. وجاوبه غلط. فدخلت معه كمان بنقاش انه ليش هو غلط. ليش كيف لازم يكون الجواب. لقيت حالي برضو كمان بضيع وقتي. فتركته. وبدت اشتغل على الامتحان لحالي. الان اللي صار معي في الايام اللي بعدها هو انه ذهني نشغل بسؤال. انه صحيح شات جبيتي حاليا مش قاعد بيجاوب كثير من الاسئلة السهلة بشكل كويس. وما قدر يفيدني كثير الان في اني انا اكتب امتحان كان مخيب للامال. لكن المتوقع المتوقع انه خلال الايام الجاية او السنوات الجاية انه راح يكون قدرته اعلى بكثير من قدرته الحالية. متوقع جدا انه يستطيع انه يكتب اسئلة امتحانات ممتازة. انه يستطيع يجاوب على اسئلة امتحانات. انه يطلع على حلول طلاب ويطلع الاخطاء اللي فيها يعطي تغذية راجعة على الطلاب. انه يعمل تلخيصات لمقالات تلخيصات لدروس تيوتوريالز او اي اشياء من من هذا النوع. فالان اذا كان شات جي بي تي خلال الفترة القادمة صار ممتاز جدا بكل هاي الاشياء اللي انا فعليا بتاخذ اغلب وقت كمدرس. انا دوري كمدرس ايش صار. طبعا مباشرة انا اللي بيجي الرد لا انا كمدرس مش فقط ناقل للمعلومة. انا مربي. والتربية قبل التعليم. طبعا هذا الرد اللي مباشرة انا يعني ميكانية الدفاع اللي عندي راح تقول. طبعا انا مش فقط ناقل للمعلومة. ولكن بالمقابل ممكن اجي اقول انه اه طيب فممكن استبدالك بتشات جي بي تي لمجال نقل المعلومة. وبي مو ربي. يربي. لان هذا سؤال مرعب بالنسبة لي انا كمدرس. انه اكون على المحك. انه فعليا انا ممكن استبدالي. بي. سوشيال ووركر او كونسلر او مربي زائد. جي بي تي. لانه بحط قيمة الشيء اللي انا بعمله على المحك. لان سؤال الاستبدال انه الذكاء الاصطناعي يستبدل وظيفة ما سؤال من اربعين خمسين سنة دائما مطروح. اللي انا كنت بتأمله انه انا وظيفتي مختلفة عن هذيك الوظائف. هذيك وظائف فيها شيء ميكانيكي. فيها شيء ممكن انك انت تعمله بخطوات. فلذلك ممكن انه المكينة انها تستبدلك. اما انا وظيفتي يعني اعظم واسمى من ذلك. صعب انه ذكاء الاصطناعي انه يعملها. لان فيه شيء خطر على بالي وقتها خلاني شوية احس انه الخطر مش كبير. مقارنة. واللي هي كالتالي انه خلال الفترة الماضية. كان في انفجار كبير في الكورسات. للتعليم عن بعد. جودتها عالية. ومن مدرسين ممتازين جدا. ولكن هي عن بعد. في نفس الوقت. في مقاومة كبيرة. من كثير من الطلاب. ومن كثير من الاهالي. للتعلم عن بعد. يعني ايش هما بدهم. تدريس عن قرب. فاذا كان في مقاومة. انك تكون بعيد عن المدرس. فمن باب اولى. يكون في مقاومة كمان. انه يستغني. تماما الانسان عن المدرس. ويستبدله بآله. هذا شيء مطمئن. لكن السؤال هو ليش. هل. هل هناك شيء خاص في كمدرس انسان. غير موجود في الآله. بحيث انه. التعليم عن بعد. بصير. اسوأ. او. اذا انا بطل في انسان في المجال. بصير اسوأ. هذا السؤال اللي انا كنت بفكر فيه. في طالب سألني سؤال. قل لي. دكتور. كيف ممكن يؤثر تشات جي بي تي الان على مجال البرمجة. وانا بتناقش معه. سألته. سؤالك هذا. انت سألته. لتشات جي بي تي. قال لي. اه. سألته لتشات جي بي تي. وجاوبك. قال لي. جاوبني. جاوب ممتاز كمان. بس انا حابب اعرف رأيك. انت. فكان من جوابهم بين. انه هو ما بدور فقط عن معلومة. بس بدور على ثنائي. معلومة زائد. انسان معين. هو اللي يحكي هاي المعلومة. كان بدور على هذا الاشي. في جامعة جامعة فاندربل. جامعة معروفة. صار فيها حدث اطلاق نار في جامعة جنبها. والاداريين اللي في الجامعة ارسلوا رسالة للطلاب. رسالة مواساة زائد توعية بخصوص حادث اطلاق النار. اللي كتب الرسالة كتبها باستخدام شات جي بي تي. الان لما عرفوا الطلاب انه هاي الرسالة كاتبها شات جي بي تي. يعني موظف ما كتبها بايده. صارت ضج كبيرة وصارت لجان تحقيق وصار في استقالات. الان الغضب ما كان من الطلاب. ان على المحتوى تاع الرسالة. انه والله ما كان محتوى جيد. او كان محتوى خطأ. الغضب كان من انه اللي ولد المحتوى ما كان إنسان. وانما كان آله. يعني يبدو انه هذا الثنائي تاع. انه في محتوى والمحتوى صادر عن إنسان مؤثر. بشكل ما. وهذا بخليني اشعر شوي بالارتياح. انه في ميزة لكوني إنسان. يعني يبدو انه ما من دور دائما فقط عن معلومة. وانما كمان معلومة في معها إنسان. الله سبحانه وتعالى بيقول. وَلَوْ جَعْلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعْلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ يعني الرسول المعلم مقصود منه ان يكون إنسان لانه بيعلم ناس. ولو ما كان إنسان يعني لو كان ملك. لجعلنا يظهر وكأنه رجل. لأنه مرة ثانية يبدو إنه هذه الثنائية بين كون المعلومة صادرة من إنسان في لها أثر. لأنه التعلم هو مش بس معلومة. وإنما في شيء له علاقة بتجسيد معنى الشيء اللي انت بتتعلمه. فأنا كمدرس للبرمجة بجسد معنى إنك أنت تكون مبرمج مسؤول أو مبرمج دائم التعلم أو مبرمج حذر أو غير ذلك. الآن هاي الأشياء كليات الآلة ممكن تحكيها للمتعلم وتقول له هكذا يمكن أن تكون مبرمج حذر. هكذا يمكن أن تكون مبرمج مسؤول. هذه الخطوات التي يجب أن تتبعها. الآن هذا مختلف تماما عن لما أنا أعيش مع الطالب في دائرة من إنه هو يكون معي. وأنا بشوف السؤال بقسمه لأجزاء. بعدين كل جزء ببرمجه بهيئة معينة وبكيفية معينة. بطرح أسئلة بشكل معين عن صحة سؤالي وبعدين كيف بصححه. الآن هذه الدائرة لما يعيشها معي ثلاث أربع مرات في المحاضرة. وبعدين عشرات المرات خلال الفصل بيستطيع إنه يتقمص شخصية المبرمج بشكل ضمني. أنا ما بحكي لهيا واحد اثنين ثلاثة. بينما الآلة بتقدر تحكي لهيا واحد اثنين ثلاثة. ولكن الآن بعد ما شافه هو ممكن يقدر يتخيل حاله ذاك الإنسان اللي بيعمل هذا الإشي. الآن هذا هذا طبعا مريح جدا بالنسبة لي. أنه أنا أحس أنه بس لإني إنسان في عندي ميزة على الآلة. يعني لو الآلة عملت شيء وأنا عملت نفس الشيء بالضبط. بس لإني أنا إنسان تعطيني أدج عليه. إشي مريح بالنسبة لي أنا كإنسان. وممكن أجر منه سلسلة من الأشياء اللي أنا أحكي عنها زي هيك. فمثلا أنا كإنسان عندي شجاعة. الآلة ما في عندها أصلا مفهوم الشجاعة. عندي قدرة أني أنا أخذ رأيي ووقف على صف ما زي الآلة بس أقول هناك رأيان والرأي الأول حجته كذا والرأي الثاني حجته كذا. لا أنا بأخذ رأيي وبدافع عن هذا الرأي. مثلا عندي الشجاعة أني تد تحكي لي ما تحط بوليت بوينت على السلايد. وبحط بوليت بوينت على السلايد. وبتحمل مسؤولية القرار اللي أنا ما أخذه. الآن هذا قرار صحيح ولا مش صحيح. مش هذا اللي على المحك. اللي على المحك إنه فيه فرق كبير. لما إنك أنت تعيش مع شخص بتبنى رأي. وفي شد جذب حوالي هذا الرأي. مقارنة اللي بأنك تعرف بوجود رأي ما. فلما أنا آجي أحكي للطلاب إنه هذه الخاصية في البرمجة. أفضل إنك أنت تستخدمها مقابل هذه الخاصية في البرمجة. أو إنك تبرمج هيك أحسن إنك تبرمج جزي هيك. وأبني مساقي كامل بناء على هذا الرأي وهو عارف إنه في رأي آخر مختلف تماما. الآن الشد والجذب اللي بيصير بناء على تحمل اللي يجانب من الجانبين هو اللي بيحصل التعلم. مش مجرد المعرفة بوجود آراء مختلف. بدي أختم بمثال على شيء أزعم إنه صعب إنه آله إنها تعمله. وهو إنه علاقة بكوني مدرس في الميدان بلاحظ وبتعامل مع مدرسين بشر كمان عندي في الميدان. عنا في اختبارات البرمجة منقيس إنه هل الطالب بيستطيع إنه يكتب برامج وهل الطالب بيستطيع إنه يقرأ برامج. الآن في مدرسين خلال الخمسة عشر سنة الماضية لاحظوا من التعامل مع الطلاب إنه في بعض الطالب عنده القدرة إنه يفهم أجزاء البرنامج بس ما بيقدر يشوف الصورة كاملة. فطلعوا بطريقة للقياس عشان نفرق بين هذول النوعين من الطلاب. الطلاب اللي لما يطلع على الكود بفهم فكرته والثاني اللي لما يطلع على الكود بفهم أجزاؤه. سموهم أسئلة 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 بيعطي الكود وبطلب منه إنه يشرح بالمختصر بالإنجليزي إيش هذا البرنامج بيعمل. إذا استخدم كلمات قليلة جدا بتعبر عن الهدف فهو فاهم الفكرة. إذا استخدم تفاصيل طويلة وصاب يقول لك بيعمل هيك وهيك وهيك والسطر الأول كذا وكذا فهو مش شايف الصورة الكاملة. الآن هذه نتجت عن تفاعل بين دكاترا وملاحظاتهم. أنا كمدرس باستخدمها واستخدمتها مدة. لاحظت إنه في كثير من الطلاب عنده مشكلة بالتعبير مش مشكلة بالفهم. فلما يكون في عنده بيجاوب غلط مش لأنه مش فاهم الصورة العامة وإنما لأنه عنده مشكلة بالتعبير عن الصورة العامة. لأن هاي الملاحظة جرتني إلى سنة كاملة من البحث عن طريقة ممكن أفرق فيها بين الطالب اللي فاهم الصورة العامة واللي فاهم الأجزاء ما تكون بتعتمد على التعبير. وإنما بتعتمد فقط على فهمه للبرنامج. هذا كان خلاله كمية كبيرة من الاسكانز اللي بعملها لامتحانات الطلاب والتحليل والمناقشة مع دكاترة زائد مقابلات مع الطلاب أقعد معه وأسأله خطوة خطوة إنت ليش عملت هيك وليش عملت هيك وليش عملت هيك عبين ما طلعت بطريقة فعلا أنا الآن بستخدمها في الامتحانات عشان أفرق بين هذول النوعين من القدرات في القراءة. لأن أنا بدعي إنه هذا لا يمكن الآلة إنها تعمله لأنه ملاحظتها محصورة بما طلب منها إنها تلاحظه وما عندها القدرة إنها تولد سؤال خارج نطاق الأسئلة اللي يفترض إنها تولد فيه بينما اللي صار معي هون إنه أنا لاحظت تولد عندي سؤال جديد حطيت لحالي أهدف إنه أنا بدي ألاقي جواب هذا السؤال وساعدني في مجموعة ثانية من الدكاترة اللي عندهم نفس الملاحظة فطلع معي هذا النوع من الأسئلة وعندما نحكي عن امتحانات ممكن تسألوني عن الامتحانين اللي كنت بحاول إني أنا أكتبهم بدي أوريكم سؤال كتبته ساعة أربعة بالليل بعد ما طلع معي السؤال السؤال كان هذا إنه يرسم ثم أفعى مفتوح لأن هذا السؤال كيف طلع طلع نتيجة حالة الشعورية هداك اليوم قديش أنا عندي رغبة إنه أطلع بسؤال جديد مختلف عن اللي كان قبل قديش أنا إيش قناعتي من عن كيف لازم نقيس فهم الطلاب إيش قناعتي عن إيش المهم عن سيغة الأسئلة الكويسة قديش بعرف أنا عن الطلاب إنهم كيف كان مستواهم بأسئلة سابقة إيش نوع الأمثلة اللي شافوها الدكاترة الثانية إيش نوع الأسئلة اللي بحبوها لأن هذا الخليط كل ياته أنتج سؤال زي هيك فأنا برضو كمان بدعي إنه يستحيل على الآلة إنها تصدر سؤال مثله إلا لو كل هاي الأشياء المتراكبة المعقدة كانت عند إنسان ولد سؤال مثل هذا السؤال صار مثال ممكن الآلة يتولد زيه ولكن ابتداءاً تطلع بزيه ما أظن هذا كله كلام مريح وأنا مبسوط إنه شاعر إنه فيه أشياء كثيرة بس لإني أنا إنسان بتعطيني أج على الآلة وهيك الآلة صعب إنها تبدلني لكن في نفس الوقت الكلام هذا كلها تؤيله معنى وهو إنه إذا كنت أنا ما بدي أستبدل من قبل الآلة فلازم أركز على الجهة اللي أنا أحسن من الآلة فيها أو اللي هي الجانب الإنساني اللي حكيت عنه قبل شوي ولكن أغلب وقتي مش زي هيك أنا أغلب وقتي كمدرس بكتب أسئلة وبحل بصحح واجبات وبجاوب على أسئلة الطلاب هاي كلياتها هي الأشياء السهلة اللي الآلة ممكن إنها تعملها الجانب الإنساني اللي بتطلب ملاحظة وبحث وتجريب وتجسيد مثال وشجاعة وآراء وكذا هذا الجانب كل ياته هو الجانب الأصعب في مهنتي واللي أنا هو بيأخذ الوقت الأقل مني فإذا كنت أنا ما بدي أستبدل من الآلة فهذا الجانب اللي أنا لازم أركز عليه وهذا الجانب هو الأصعب في مهنتي لذلك أتوقع إنه في المستقبل مهنتي ما رح تكون أسهل رح تكون أصعب يعطيكم العافية شكرا